موسيقى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته وصحابته الطيبين الطاهرين وبع يقول الحق جل وعلا في القرآن الكريم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا فالإسلام هو دين الإنسانية عندما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جنازة يهودي فقام واقفا احتراما وتقديرا لهذه النفس فقالوا له يا رسول الله إنها جنازة يهودي قال لهم أليست نفسا وعندما عير أبو ذر بلالا بأمه قال له يا ابن السوداء ورغم حبه صلى الله عليه وسلم لأبي ذر قال له يا أبا ذر أعيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية الإسلام دين الإنسانية فرسول الله صلى الله عليه وسلم لما فتح الله له الفتوحات وكثر أصحابه صعد المنبر وخطب الناس ثم قال أيها الناس من كنت قد شتمت له عرضا فهذا عرضي فليستقد منه ثم كشف عن ظهره الشريف وقال أيها الناس من كنت قد ضربت له ظهرا فهذا ظهري فليستقد منه رسول الإنسانية الرسول الإنسان الذي راعى ظروف الناس فعندما أطال معاذ بن جبل الصلاة واشتكى إليه بعض الناس قال له حضرة النبي صلى الله عليه وسلم أفتان أنت يا معاذ لما أطال الصلاة رسول الإنسانية الذي راعى الحالة النفسية لهذه السيدة التي كانت تبكي عند قبر ابنها فقال لها اتق الله واصبري فقالت لرسول الله وهي لم تعرف إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي فلما علمت أنه رسول الله ذهبت إلي وقالت لم أعرفك يا رسول الله فلم يعنفها ولم يعاتبها وإنما قال لها هذه الجملة إنما الصبر عند الصدمة الأولى رسول الإنسانية ودين الإنسانية الذي راعى الواقع السياسي فعندما أراد أن يخاطب ملوك العجم برسائل قالوا يا رسول الله إن ملوك العجم لا يقرؤون إلا الكتب المختومة فراعى واقعهم السياسي واتخذ خاتما لنفسه نقشه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الإنسانية الذي لما سجد فجاء الإمام الحسن وارتح له يعني جلس على ظهره فأطال السجود فلما انتهى من الصلاة قالوا يا رسول الله ظننا أنك قد قبطت لما أطال السجود فقال حضرة النبي إن ابني هذا ارتحلني يعني جلس على ظهري فكرهت أن أعجل رسول الإنسانية دخل بيت أنس بن مالك وأنس بن مالك كان له أخ مات عصفوره فداعبه رسول الله ولاطفه وقال له يا أبا عمير ما فعل النغير هذا هو رسول الإنسانية الذي علم الناس التكافل الاجتماعي فقال لأبي ذر يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك وهذا لا يكلفك شيئا يا أبا ذر أن تكسر من الماء وأن تطعم جيرانك رسول الإنسانية الذي قال في حق الأشعريين رحم الله الأشعريين كانوا إذا أرملوا أو كانوا في سفر أو قل طعام عيالهم جمعوا أزوادهم في ثوب واحد يعني هذا عنده كسرة خبز وهذا عنده تمر جمعوا أزوادهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم بالسوية فهم مني وأنا منهم رسول الإنسانية الذي احترم جميع الكائنات من إنسان ومن حيوان ومن جماد صلوات ربي وتسليماته عليك سيدي يا رسول الله هذا والله ولي التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر